كريمة يا أمو على المراكتين دول يا عنام دي وانت موجودة يا عالية بنتباركوا بيك يا أمو باركة في ربنا هاتي يا أختي تمام؟ وهنه كمان وهنه كمان يا أمو شكرا عشتي أخذي معاك ألو زكا يحيي انت بتقول ايه؟ فيه يا عال جبه دوالي أحمد يا أمو أحمد جوزي؟ شفت شفت الصرايا كبيرة كان ديه انت عايش في قصر يا جدي انت لسه شفت حاجة جدك كبير يا هات وعيلتك كبيرة ملاش أول ولا آخر هقول اللي أنا شايفها الودة حي من تاني كيف؟ ما عارفش بساعة اللي ما شفت ودا حجة نفوخ رحيطك امسك نفسك ما عاوزين شابوك يحس بحاجة ما عارفش نيجي من الموت كيف ده رمي في الطرعة ومكتف ومحجر يتجر الجمل يا حندان اللي موقفت ومكداد وما فيش يا أبوي نا سايبينكم عراحتكم يعني طب تعال تعال بفرجك على الصرايا من جوة الحمد لله إنك ما قلتش في التحقيق ولا الجدك على اللي حاول يقتلك خليهم يفضلوا فاهمين إنك ما عارفش مين اللي عامل فيك كل ده أحمد إحنا حولناه ما بحث أمن الدولة يا مري إحمد ليه حضرة الزابط جوزي عامل إيه؟ عشان الاتهامات الموجهة إليه وهي إيه الاتهامات الموجهة إليه؟ علشان اللي كان ناوي ينشره ويمس أمن الدولة وهي الاتهامات بجتبنية ولا إيه؟ مين حضرتك؟ يحيى هارون المحامي بالاستناف العالي ومجلس الدولة ووكيل نيابة سابق وابجى عديل المتهم آه، تشرفت جنابك، إحمد جوزبتي طول عمره بيكتب حاجات لصالح الدولة الدولة يعني البلد يعني بقول لحضرتك إيه؟ الكلمتين اللي انت بتقول ليه ودول ما لونش أيه لازم يا جماعة هم في أمن الدولة هيقرروا إذا كان متهم أو لا؟ هرام عليكم جوزي ما عملش حاج خلاص احبسونا معاه على فكرة إحنا شاركناه في كل كلمة كتابها بقولك إيه؟ وبيروح يقولي يا حلوة الكلمتين دول في مباحث أمن الدولة وبقولك إيه؟ ما تتعبوش نفسكم واسوبوهم يشتغلوا لو أحمد بريق من الاتهمات اللي إحنا موجه إنهالوا هيفرجوا عنهم بقول لك مين البت داي؟ أنا حتجنة حاسة كأن برج من رأسي حدير وين سمعك؟ أنا معرفش الوقت ده، نجي من الموت كيف؟ مش مهم دي الوقت ده؟ المهم إنه ما يقولش لأبوك حاجة من اللي حصلت معاه بقى إنه ما جالش حاجة برضك ما عرفش ليه يمكن ما شكش إنه إحنا وراء اللي حصلوا يمكن بس برضك أنا مش متطمنا بقولك إيه؟ إحنا ولا شفنا الوده جبل سابك ولا نعرف حاجة عنيه من أصل وضي صوتك، وضي صوتك أيوه، دي عندك حاجة إنه اللي شفناه جبلك ده ولا نعرف حاجة عنيه أيوه، وإذا كان في حد كان عاوز يكتره جبل سابك يروح يدوروا عليه، إحنا مان؟ إحنا مان؟ إحنا مان؟ ده الباشا بتاع، عم نبحث المدرية ألوه، أي يا باشا؟ لا يا باشا، لا معاك، خير؟ كده؟ طب عال، عال، آه الله، الله لا باشا، لا 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 تحت أمرك انت أمر بس أنا نفذ باشا باشا، الله يكربك، عال في سلام فيه إيه؟ فرح كبضوا على أحمد جزبت ناصرة؟ لا معارفة مين بيحجج معاه؟ مين؟ أمن الدولة رجح المرابرابا عشان يوجايا يكتب عننا حاجة تاني تعال، تعال يا إبراهيم، خط برجلك شوف، وتفرج في الساعة دي، دي قطك إنتي دي؟ دي وضع حلوة جوا يا جدي حلوة؟ طب العارف يا حيب دي قطك إنتي أنا عايزك تبقى سعيد ومبسوط وتعيش في خير جدك ها، مبسوط يا عاد؟ أنا ما مصدقش نفسي يا جدي حاسس كني بأحلم أحلم؟ أنا عايزك تعيش يا عاد وتنبسط والكل هنيه يقولك شبيك، لبيك وحلمك يتحجج ويبقى بين يديك أنا عمري ما كان عندي بيت اليوم ما يبقى عندي تبقى صرايا يرمح فيها الخيل أنت ما تعرفش إحنا فرحانين كذب وجودك معنا آه والله، كاني دياب واجب كدابنا أنت شبه الخالج الناطق، تعرف؟ إيوة يا خلاص، مع الشبه دي هو اللي عطرني فيه أيوة، أيوة صح يا بوي اللي خلف مماتش يا إبراهيم قلولي يا هيمة، أنا كل الناس باتقولي يا هيمة والله، زين، هيمة دي حلوة ننور يا هيمة مباحث أمن الدولة حبسة أحمد على زمة القضية يعني ايه؟ يعني طلعوا له جواب اعتقال يا حجة جواب اعتقال؟ يعني هم مش فهمة؟ هم من حجهم يا حجة يحبسوه من غير ما يحجي جمعاء أو حتى يعرضوه على نيابة أو محكمة ومن حج الداخلية كمان تحبسوه ستة أشهر معجولة يا حبيب ده؟ يا شيء يا مرك يا مرك يا مرك يا رشيل قانون يا حجة، قانون ده من الحجة الداخلية بموجة بقانون الطوارئ معليش؟ أنا ما فهمهاش ما تسمعتي يا حجة الكلام اللي جاء لقولك زبط المباحث؟ بعدين ده مش اتهام جناعي ده اتهام سياسي كمان؟ إحمد عمرو ما كان ليه في السياسة ديه حد وزع له حد مين؟ يعني إيه؟ عدوات إحنا ما نعرفهاش؟ أنا عاوز أبوي يا عمي عايز أبوي يا ستة إن شاء الله ربنا يرد غيبته، إن شاء الله اسمع يا ستة أنتي ما تفوتيناش خليك يجاعد معنا لحد أبونا ما يطبع دلوك بس عرفت مين اللي حاول يقتلني لما رماني في الترعة تريه أنت يا حمدان ولدك وأكيد مرط عمي كانت مش اركاهم في اللي عملوه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تعالي حبيب تعالي وقعد يا حبيب أنا عرفت اللي حصل لأبوي وإن شاء الله يفرجوا عندي إن شاء الله يا رب ولو احتجت حاجة يا مرطبوي أنا موجود متشكرين إحنا ما عاوزينش حاجة من حد جد الجول يا حبيبي هو أبوي هيرجع يا ممدوح قريب إن شاء الله يا حسن ميت يا ممدوح عن جريب وإنت رجل البيت لحد ما يرجع ربنا يا ولد يطرح فيكم البركة ويخللكم أبوكم ويضلل عليكم العمر كله جادر يا كريم كل يا هيمة كل وجبة البطة دي ليه كنت كلها كل فخير جدا لأكل ده كل وزاعة جدا يا هيمة يا هيمة ما أعزمش على الأذا خوكلية هيمة مش محتاج عزوما يا بوي هيمة لازم يفهم أن البيت ده بيته أم الله أنت منور البيت علينا يا هيمة لإن كل ما بطول فيك بقول سبحان الله كان الدياب لسه عايش يا أطواع حذرت بك كيف دياب أبوك الكل يعمل له ألف حساب وخافه منيه كان كله رجوله ومجدعه ما قلت لناشا هيما مين اللي حرج المولد اللي انت كنت مسكه دي اوه تلقى حد كان موالع راكي دلار بيتدفى وانا بيعمل له برات شاء الهو ده النار ما سكت في المولد يلا الحمد لله لولا اللي حصل ما كنتش واحد شرم الشيخ وعمي هارون كانتعرف عليك ايوه بس انا اللي مستعجبله يعني انت لما نصبت المولد في الجنة والناس رايحة داية بتتفرر يعني ما حدش خد باله من الشبه اللي بينك وبين ابوك الله يرحمه انت ما بتقولش يا عمر ايوه عمل تتكلم تتكلم والاكل حيبرك ايوه ايوه صح اقول يا بوعي ايوه ما قلت لناشا هيما ده كنت تشتغل ليه في المولد كنت بنط من وسط النار والسككين كنت برمي السككين على واحدة معانا في المولد من غير ما السككين تمسها بسم الله ما شاء الله كانك شاطر جاوي بالحكاية دي ممال يا عمي هتشوف بان عليك شاطر جاوي يا واد عمي ما قلت لك يسيبك من السلاح دي انا عايزك تتعلم ضرب النار الناس ما تخافش للم السلاح ما تشيلش هم يا بوي انا هاعلم هيما ضرب النار شكرين جاوي يا عمي ما قلت لك يا حمدان من الساعة دي انت المسؤول عن هيما قدامي مسؤول عنيه كيف يعني تفاهمني زين قلت لك انت مسؤول قدامي عنيه اي حاجة نقطة السبب معك بعدين خير يا عمي ان شاء الله ان شاء الله كل خير وشك Case تبغى أهل في المدينة عشان تشغلنا بهيمة خبر ايها صاد؟ احمد جوز بيت ناصر احمد نار احمد ايه كنتش كتب حاجة عن اين تاني؟ لا كناوي اكتب بس ملحقش الحكومة جبطت عليه وحبسوه حبسوه؟ وحمدان هو اللي بلغ النيابة عنه وامن الدولة بتوجه له الدمات كتيرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فراج ليه مين قاعد معنا اين؟ كيفك يا فراج؟ سلم على هين واضعمك واضعم مين؟ ليه واضعم تاني غير صالح؟ لا وقعد يا فراج وقعد اراكدينك كل حاجة ايالتي وقعد شكرا مี NFT